اليوم مع رجال المقاومة الشعبية ليحدثون عن محاولات الاختراق الحوثية وكيف يتم التصدي لها بسم الله الرحمن الرحيم تستمر مليشيات الحوثي بالتصعيد والهجوم ومحاولة يعني إيجاد أي ثقلة في الجبهات ولكن أسمع رجال المقاومة الشعبية والجيش الحمد لله يعني خسروا هجوماتهم كانت محاولة تسل الفاشل للحوثي أخمدنا مصادر نيرانهم وقمنا بصد هجوماتهم وزحواتهم لكي يوجدوا أي ثقرة فكسرنا كل زحفاتهم وهذا المناطق التي أرادوا أن يزحفوا فيها فالحمد لله أباع بالفشل كل هجوماتهم فنحن أبناء المقاومة والجيش الذي متواجدين معنا هنا في ذا المناطق سنة أكسر أي هجوم للحوثي والإرهابي وإن شاء الله لن يحققوا أي هدف مهما حاولوا أن يهجموا أو يحاولوا تسلل لإيجاد أي ثقرة في مارب إذن يستمر التصعيد الحوثي بالزجب المزيد من الآليات والعناصر إلى الجبهة الجنوبية في محافظة مارب وهي جبهات مفتوحة تحاول الميليشيا الحوثية إيجاد ثغرات فيها والقيام بهجوم على مواقع الجيش والمقاومة والالتفاف على هذه المواقع لكنها تخسر العناصر